بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير كيف حالكم أبنائي وبناتي؟ أتمنى أن تكونوا ومن تحبون بأتم الصحة والآفية نبدأ درسنا لهذا اليوم مادة الدراسات الإسلامية واسم الحديث والسيرة موضوع الدرس نظافة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيكون معنا بإذن الله الأستاذ بندر الصالح مترجم لغة الإشارة شاكرين ومقدرين ما يقومون به من جهود في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا نبدأ أبنائي وبناتي بدعاء الله عز وجل ونقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عناصر درسنا لهذا اليوم سوف نتحدث سوف نبدأ بمراجعة الدرس السابق ومن ثم سنتحدث عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة والعناية بنظافة الجسم وكذلك ترجمة راوي الحديث أولا نبدأ بمراجعة ما أخذنا قلنا في درس السابق أبنائي وبناتي أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي عليه صلى الله عليه وسلم كم من الأولاد وكم من البنات من يستطيع أن يعرف الإجابة أحسنتم قلنا كان للنبي ثلاثة أبناء ورائعون وأربع بنات الأبناء هم من يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال أبناء النبي يذكر أسماء أبناء النبي أحسنتم قلنا هم القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم جميعا وبنات النبي هن زينب ورقية وأم كرثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا فهاولهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ثلاثة أبناء وأربع بنات تحدثنا عن حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حقوق علينا ما هي هذه الحقوق؟ أحسنتم قلنا محبتهم والدعاء لهم والإحسان إليهم والترضي عنهم عند ذكرهم فهذه حقوق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم والدعاء لهم لماذا نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ونحن نحب من يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصان بهم ونحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأن الله جعل زوجاته صلى الله عليه وسلم أمها تلنا فيجب علينا بنات أن نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأن ندعو لهم لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم وكذلك لأنه أوصانا بهم ولأن أمهات أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المسلمين وتحدثنا عن كيف كانت معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأولاده قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بأولاده محبا لهم وكيف كانت تعامله مع زوجاته عليه الصلاة والسلام من يتذكر منكم أبنائي و بناتي حسنتم العدل بينهم كان يعدل عليه الصلاة والسلام بين زوجاته وكذلك الوفاء وحفظ الود وكذلك مدحهن والثناء عليهم وكذلك خدمتهم فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته بالعدل و الوفاء و المدح و الثناء و بخدمتهم ويجب علينا كذلك نحن أبنائي و بناتي أن نقتدم النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء تحدثنا عن الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم و قلنا أن خادم النبي عليه الصلاة والسلام من يتذكر منكم اسم خادم النبي ذكرنا في الحصة السابقة و أن خادم النبي عليه الصلاة والسلام هو أحسنتم أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه طيب من الذي كان يحمل أو كان صاحب الوسادة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم و يحمل سواك النبي و أن عليه و طهوره من هو الذي كان صاحب الوسادة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم و يحمل سواكه و أن عليه و طهوره أحسنتم قلنا هو عبد الله ابن مسعود الهدلي رضي الله عنه و قلنا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتذكر منكم اسم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام رائعون قلنا هو بلال ابن رباح رضي الله عنه و تحدثنا كذلك عن صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقود به في الأسفار من هو صاحب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقود به في الأسفار أحسنتم هو عقبة بن عامر الجهنية رضي الله عنه فهؤلاء بعض من من خدم النبي عليه الصلاة والسلام خادم النبي أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب الوسادة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام و الذي يحمل سواكه و أن عليه و طهوره هو عبد الله بن مسعود الهدلي رضي الله عنه و مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلال ابن رباح رضي الله عنه و الذي كان صاحب بغلة النبي عليه الصلاة والسلام و الذي يقود به في الأسفار هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ننتقل الآن إلى درسنا في هذا اليوم أبنائي و بناتي نظافة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة أربعين في التمهيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بنظافة بدنه و شرع لأجل ذلك كثيرا من الأحكام مثل الوضوء و كذلك من الأمور للشباب اللي يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بنظافة بدنه و شرع لنا أمور كثيرة منها قلنا الوضوء و كذلك الغسل و كذلك تقليم الأضافر هذه من الأحكام التي شرعها للنبي صلى الله عليه وسلم و تدل على نظافة أو الاهتمام بنظافة البدن الوضوء عند كل صلاة و الغسل و تقليم الأضافر فكيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة هذا ما سوف نعرفه بإذن الله من خلال درسنا لهذا اليوم كيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة أولا نتعرف على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنظافة عرف عليه الصلاة والسلام بعنايته و اهتمامه بالنظافة و حرصه عليها و من ذلك نظافة جسده كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مقصود طبعا غسل الجسم كاملا بالماء وكان يأمر بالاغتسال وبخاصة يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع وكان يأمر بتقليم الأضافر هذا نتعرف كيف عناية النبي عليه الصلاة والسلام بنظافة الجسد فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل لن يغسل جسمه كاملا بالماء وكان يأمر بالاغتسال وخاصة يوم الجمعة لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع وكان يأمر كذلك صلى الله عليه وسلم بتقليم الأضافر نظافة ثوبه كان صلى الله عليه وسلم ثوبه ونعله نظيفين وحسنين وكان يأمر أصحابه بنظافة الثياب قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا عليه ثياب واسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا الثوب ثوبه وسخ قال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه فهنا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة ثوبه وكذلك من يراه من أصحابه ثالثا نظافة فمه ويديه بعد الأكل نظافة فمه ويديه بعد الأكل كان صلى الله عليه وسلم يعتني بنظافة فمه فكان يغسل فمه بعد الأكل وبعد شرب ما له أثر على الأسنان ورائحة الفم مثل اللبن فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمضا وقال إن له دسمة بعد أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن تمضمض لماذا؟ لأن له دسمة نظافة للأسنان ونظافة للفم نظافة أسنانه صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك وأكثر من استعماله وبخاصة عند الوضوء وكذلك عند الصلاة قل النبي عليه الصلاة والسلام لو لا أنا شق أهل أمتي لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة وكذلك عند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول المنزل فهذه من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيها عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وكذلك عند دخول المنزل نظافة شعره صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ينظف شعر رأسه ولا يتركه أشعث متفرقة ورأى مرة أحد أصحابه وقد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا الرجل شعره متفرق قال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره هذا دليل على النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الاهتمام بنظافة الشعر العناية بنظافة الجسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل من جاء منكم الجمعة فليغتسل معاني الكلمات من جاء منكم الجمعة أي من ذهب لأداء صلاة الجمعة فليغتسل الغسل هو الاستحمام بالماء فهذه طبعا الاغتسال من سنن يوم الجمعة أو من سنن صلاة الجمعة الاغتسال والتطيب وأن يذهب الإنسان مبكرا إلى الصلاة هذه كلها من السنن التي يجب على الإنسان أن يفعلها لأنه عيد الأسبوع ننتقل الآن أبنائي وبناتي إلى النشاط الأول في صفحة 42 الغسل هو أحد آداب الجمعة تعاون مع زملائك في المجموعة وسجلوا ثلاثة آداب أخرى نقول لنا من آداب أو من سنن يوم الجمعة الاغتسال وكذلك لبس أفضل الملابس كما أن يوم الجمعة عيد الأسبوع في يوم العيد الفطر وعيد الأضحى نلبس أفضل الملابس لأنه عيد المسلمين وكذلك في يوم الجمعة عيد الأسبوع للمسلمين يسن لنا أن نلبس أفضل الملابس وكذلك يسن لنا التطيب والتبكير بالذهاب إلى المسجد التبكير بالذهاب إلى المسجد هذه بعض أداب يوم الجمعة أو سنن يوم الجمعة نكتب الإجابات أبنائي وبناتي في صفحة 42 اشتركوا في القناة أتمنى أبنائي وبناتي أن نكون كتبنا الإجابات ننتقل الآن إلى التعريف براوي الحديث رضي الله عنه طبعا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان حافظا طبعا خلقه كان حافظا للسانه فلم يسمع منه لعن ولا كلام قبيح هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان حافظا للسانه فلم يسمع منه لعن ولا كلام قبيح النشاط الثاني لما تستحب النظافة عند أداء العبادة لما تستحب العبادة أو النظافة عند أداء العبادة نفكر أبنائي وبناتي لماذا تستحب النظافة عند أداء العبادة حسنتم طبعا استشعارا لعظمة الله تعالى في أداء عبادته استشعارا لعظمة الله تعالى في أداء عبادته نكتب كذلك أبنائي وبناتي الإجابة أتمنى أبنائي وبناتي أننا أستحب النظافة نكون كتبنا الإجابة ننتقل الآن إلى نتعلم لنعمل أولا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في العناية بالنظافة جسدي وثوبي وفمي وأسناني وشعري نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأمور ثانيا أغتسل لصلاة الجمعة قبل أن أذهب إلى المسجد فهنا يجب علينا أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام هنا تتحول العادة إلى عبادة هنا تتحول العادة إلى عبادة فإذا كان الإنسان اهتماما بنظافة جسده وثوبه وشعره وفمه وأسنانه عادة فهنا لا أجر عليها ولكن إذا كانت اقتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام فهنا تكون عبادة والثاني أن نقتسل لصلاة الجمعة قبل أن نذهب إلى المسجد ننتقل الآن إلى التقويم أبنائي وبناتي في صفحة 43 وعلي لما يأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاقتسال يوم الجمعة لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالاقتسال يوم الجمعة أحسنتم قلنا لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع عيد الأسبوع ومن السنن في يوم الجمعة كما أخبرتكم الاقتسال والتطيب واللبس أفضل الملابس في هذا اليوم في باء يسن غسل الفم بعد شرب اللبن طبعا أعلل المقصود بها لماذا هنا لماذا يسن غسل الفم بعد شرب اللبن أحسنتم لكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو اقتدام بالنبي وأن له دسم فنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر نكتب الإجابات ابنائي وبناتي لكي ننتقل إلى السؤال الذي يلي شكرا أتمنى أن نكون كتبنا إجابة السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني أبينوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشعر رأسه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بشعر رأسه كما قلنا كان عليه الصلاة والسلام ينظف شعره ولا يتركه أشعث متفرقا سؤال الثالث لما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التنظف والاقتسال يوم الجمعة لما حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على التنظف والاقتسال يوم الجمعة حسنتم قلنا لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يأمر بتقليم الأظافر لأنه عيد الأسبوع وكان يأمر بتقليم الأظافر نكتب الإجابات أبنائي وبناتي شكرا شكرا أتمنى أبنائي وابناتي أنكم كتبنا الإجابات ختاما أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا نختم كما نختم دوما أبنائي وابناتي سبحانك اللهم وابحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وصل للهما وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء